سهول البطوف سهول البطوف عالقة بين الفيضانات والجفاف وتزداد خسائرهم في كل عام بسبب شح مياه الري في فصل الصيف وبسبب غرق أراضي الفلاحين في فصل الشتاء وإلى الآن لم يتم وضع خطة مهنية لمعالجة غرق السهول وإن وضع يتم تجاهلها من قبل الدولة المشكلة الرئاسية التي تواجه زراعة البعالية هي مشكلة الري إذا بنا نزرع زراعة البعالية أول إشي المنتوج بد يكون قليل جدا يعني بالكاد بالمصاريف بالكاد يسد المصاريف ولكن إحنا بنزرع زراعة البعالية بس للاستغلال البيت ونادر جدا يعني اللي ببيع من هذا المنتوجات وأقول لك الصفيقة كم مزارع أخذوا مي ولكن أخذوا مي من مياه الجليل اللي هي بتروي سخنين أصحاب الريفتوت اللي للبقر بيستعملوا المي بالنهار ممنوع هني يستعملوا المي بالنهار بيستعملوا قسم المي بالليل بيزرعوا مزرعات وهاي كمية خليلة جدا وكل المواطنين بتذمروا من هذا هذا الاشي تصادر إسرائيل كميات كبيرة من دنومات الأراضي ونزع حق المزارع لأن يكون لديه مصدرا رئيسيا للمعيشة مشاريع قطرية تهدد الأراضي في سهول البطوف وتعود هذه المشاريع بالخسائر الكبيرة للمزارعين قبل سنة سنتين مدنا مثلا خط مي هاي المشكلة الرئيسية اللي منواجهها عندنا بالبطوف مدنا مي كنا نأخذ 2800 كوب مثل السنة نزلوا من 2800 كوب ل600 كوب 600 كوب قعدوا معنا كأنه شهر ثلاثة وشهر أربع طب شهر خمسة وشهر ستة وسبعة وثمانية مثل ما انت شايفي فيه زرع عمبيموة فيه عنا الحيوانات البرية اللي بالجبل اللي وزارة الطبيعة حطتها بالجبال عنا من شي خمسة سنين وتكاثرت وصارت تنزل على السهل عنا وتأكل إذا مش الثالث النص من الخضرة والموجودة عنا بالسهل ليس باستطاعة المزارع ري محاصيله بسبب نقص المياه وذلك يعود لما تفرضه إسرائيل من شروط صعبة في إلزام المزارع بكيفية استخدام المياه حيث تخاف إسرائيل من سهول البطوف لأنها تعرف تماما أن الزراعة داخل هذه السهول تهدد وجود الزراعة داخل الكيبوتسات تهدد وجود الزراعة